السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم السبت الموافق 16 من نوفمبر 24 أخبار مسيرة ومدوية صباح اليوم ونبدأها بالعناوين أحمد شبير يكشف كواليس جديدة عن تفاوض الأهلي مع محمد علي بن رمضان الخطيب يقرر وقف برنامج أحمد شبير حارس الأهلي على قناة الأهلي وننشر صفقة الأهلي الجديدة وكيل كونر يكشف مصير الإغراءات للرحيل عن النادي الأهلي والزمالك يخسر أمام النصر الليبي بهدفين في مهرجان اعتزال خالد حسين أول رد فعل من الكاف على شكوى الزمالك بسبب عقوبة نهاء الكونفدرالية تصريحات نارية لحسام حسن بعد تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ونبدأ التفاصيل كشف الإعلامي أحمد شبير عن كواليس تفاوض الأهلي مع محمد علي بن رمضان حيث قال أحمد شبير عبر برنامجه أن النادي الأهلي لم يحدث أي نوع من أنواع التواصل من جديد بين إدارة الأهلي ومحمد علي بن رمضان اللاعب التونسي فإن النادي الأهلي ينتظر الصيف وذلك في حالة الاحتياج لمحمد علي بن رمضان سيكون هناك تفاوض بينه وبين اللاعب ولكن حاليا أو في الصفقات الشتوية والمركات الشتوية لم يحدث أي نوع من التفاوض أو التواصل مع محمد علي بن رمضان مرة أخرى الخطيب يقرر وقف برنامج أحمد شبير على قناة الأهلي هذا ما كشفه مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن أزمة بين إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإعلامي أحمد شبير بسبب استمرار شبير باستخدام برنامج حارس الأهلي على قناة الأهلي كمنصة للهجوم على نادي الزمارك ومسؤولية مما استدعى تقديم مسؤول القلع البيضاء مرتضى منصور بشكاوي للخطيب ومطالبته بوقف شبير منعا لنشر التعصب والفتنة في ظل العلاقة الطيبة وقال المصدر أن الخطيب قرر وقف البرنامج إذا تقرر هجوم شبير مرة أخرى على الزمارك وطالبه بالتركيز مع الأهلي خصوصا أن هذا الهجوم أعاد المعارك مع مرتضى منصور الذي تقدم ببلاغ للنيابة ضد الخطيب وضد أحمد شبير بعد حلقة إمام عشور وقال أيضا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق تقدم ببلاغ ضد إمام عشور لاعب الأهلي والإعلامي أحمد شبير ورئيس تحرير برنامج حارس الأهلي وأوضح مرتضى منصور في تصريحات صحفية أن عقد إمام عشور مع نادي الزمالك خلال تواجد اللجنة السلاسية لإدارة النادي نسختان فقط وغير موسق في اتحاد الكرة وأكد مرتضى منصور أن حديث إمام عشور لم يكن صحيحا في العديد في الوقائع المتعلقة برحيله عن الزمالك وتعامل الإدارة معه وكان إمام عشور قد قال بالأمس خلال ظهوره عبر شاشة قناة النادي الأهلي لم أستطع التأقلم على الأجواء في الدنمارك ثم جاءت إصابتي فقررت العودة إلى مصر وعندما قررت الرجوع إلى مصر من أجل العلاج التي لحقت بي مع نادي ميتلند كلمني أحمد يحيى وكيل اللاعبين وقال لي أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عاوز يطمئن عليك أمير توفيق قال لي لو عاوز أي حاجة كلمني في أي وقت وأكمل أول مرجعة مصر كلمت حد من نادي الزمالك أنا عاوز أرجع نادي الزمالك ومش عايز أكمل في الدنمارك وفضلت شهر ونصف محدش بيسأل علي فكنت بروح أعمل استشفاء وأمشي ولم يظهر الأهلي في الصورة وقتها بعدها كلمت حد في الزمالك أنا عاوز أرجع من الاحتراف رد علي مسؤول وقال طب ما تدفع أنت الفلوس علشان ما فيش في النادي فلوس قلت له أدفع إزاي مبلغ 2 مليون دولار وقتها ما كنتش عارف أعمل إيه بسبب الإصابة لحد ما كلمني أحمد يحيى قال لي أمير توفيق عاوز يكلمك وما فيش حد يجيله الأهلي ويرفضه ولما ملقيتش تقدير من نادي الزمالك قررت توقيع للنادي الأهلي من ناحية الأخرى فتح خالد الغندور نجم الزمالك النار على أحمد شبير بعدما استضاف إمام عشور لاعب النادي الأهلي ولاعب الزمالك السابق وقال الغندور في فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي أن إمام عشور كان ضيف أحمد شبير وقال الكابتن الخطيب قال لي ركز وما تخسرش جمهور الزمالك طبعا حاجة هذا ما فعله إمام عشور أنه ذهب مع الجمهور وبدأ يغني مع الجمهور البنت البيضة هو أكيد عارف الجمهور أصده على مين وإمام عشور لما أحرز هذا في مرمى الزمالك قال عتشرت واحتفل إحنا شفنا لعيبة كتير على مستوى العالم العالم بيسجلوا أهداف في الفرق بتاعتهم وما بيرضوش يحتفلوا هل إمام عشور عامل بنصيحة الكابتن محمود الخطيب بعد ذلك؟ بالأسماء ننشر صفقة الأهل الجديدة هذا ما استقر عليه مسؤول النادي الأهلي على عودة أحمد عبدين مدافع الفريق الأول لكرة القدم والمعار لنادي سراميكا كلوباترا لترميم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة وخاصة بعض الإصابات التي ضربت أشرف داري وياسر إبراهيم وقالد عبد الفتاح إلى جانب المستوى الباهت الذي ظهر عليه يوسف أيمن هذه المصادر تأتين من النادي الأهلي بأن النادي الأهلي يرغب في عودة أحمد عبدين مدافع فريق سراميكا المعار من النادي الأهلي نفى لامبارتي وكيل أعمال مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن وجود أي نية لرحيل كولر عن القلع الحمراء حيث قال وكيل كولر أن مارسل كولر سعيد بتواجده في الأهلي ويتلقى دعما كبيرا من قبل رئيس النادي محمود الخطيب ولا يفكر في الرحيل وأضاف وكيل كولر أن مارسل كولر لديه طموح كبير مع النادي الأهلي ويتطلع لتحقيق المزيد من البطولات كولر يعشق جماهير الأهلي ويقدر رئيس النادي والإدارة تدعمه كولر يريد اعتزال التدريب داخل النادي الأهلي ولا يريد الخروج أبدا بسبب جماهير النادي الأهلي ويقول لي إن هدفه إسعاد جماهير النادي الأهلي الزمالك يخسر أمام النصر الليبي بهدفين مقابل هدف في مهرجان اعتزال خالد حسين فقد تعرض نادي الزمالك للخصارة أمام النصر الليبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما أمس في مهرجان اعتزال خالد حسين سجل النصر الليبي الهدف الأول في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل جيفرسون للزمالك ثم أضاف اللاعب الليبي الهدف الثاني في الدقيقة 87 وغادر خالد حسين المباراة في الدقيقة 33 من عمر المباراة الودية أول رد فعل من الكاف على شكوى الزمالك بسبب عقوبة نهاء الكومفدرالية فقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف حدد يوم 18 نوفمبر موعدا للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة التي تم توقيعها على النادي بسبب أحداث نهاء الكومفدرالية ورأى مجلس إدارة الزمالك أن العقوبة التي تم توقيعها على القلعة البيضاء لا سيما وأن نادي الزمالك لم يكن مسؤولا عن إجراءات تنظيم مباراة نهاء الكومفدرالية والعقوبة مبالغ فيها مما دفع الإدارة للتقدم بتظلم على عقوبات الكافة وكان الاتحاد الأفريقي قد عاقب الزمالك بتغريمه 200 ألف دولار ومنع حضور جماهيره في مباريات الكومفدرالية لمدة أربع مباريات منهم مبارتين مع إيقاف التنفيذ أخيرا تصريحات نارية من حسام حسن بعد تعادل منتخب مصر وقد أعرب حسام حسن عن رضاه عن أداء فريقه في ظل الغيابات الكثيرة التي عانى منها منتخب الفراعنة قال أشكر اللاعبين على الأداء المتميز في ظل الظروف الصعبة التي واجهتنا من الغيابات الرأس الأخضر فريق قوي يلعب على أرضه والتعادل كانت نتيجة مرضية ضربة الجزاء التي احتسبت ضدنا غير صحيحة وهذه هي أخطاء التحكيم في كرة القدم وقد انتهت المباراة وتعادل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بهدف لكل فريق سجل الهدف داعب النادي الأهلي طاهر محمد طاهر في النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته